ذكر حاجة انه طالب و 11 سنة وبنحذر اولياء الامور والطلبة من شراء المواد الغذائية اللي بيها مواد حفظة والاكلات المكشوفة لان كل ده حضرتك كله مايكروبات وجراسيم تضرب الجسم ما المايكروبيوم مش هيشيل كل حاجة طبعا لابد من الوعي الثقافي والوعي الصحي والاتخاذ الخطوات الاستباقية او الاحترازية لعشان كده دايما نقول الوقاية خير من العلاج تمام كده فلازم ان احنا نتوقع ونتوقع الحذر عند تناول اطعمة بالذات اطعمة المحفوظة الحاجات السقعة اللي هو المسلجات عموما نبعد عنها الشوكولاتات والبنبونات لان برضو يعني من ضمن الحاجات اللي بتقلل نسبة المايكروبيوم داخل الجسم الابيضان اللي هو الملح والسكر المعجنات حاجات الفياد دي ابيض بالضبط السكريات الزيوت المهدرجة كل ده بيقلل نسبة المايكروبيوم داخل الجسم لكن حضرتك ذكرتي حاجة مهمة برضو بالنسبة الارس او اي جي فايف ان من ضمن اعراضه النزلات المعوية لان جزء من الفيروس بيستمر وبينزل في المعدة ويخط المعدة وخش على الامعاء يعمل لي نزلات معوية هنا يجب استشارة الطبيب المختص بدون استخدام مضادات حيوية الا اذا شاف الطبيب المتابع او المعالج او اقرب مستشفى حميات يشوف بالذات لو في حرارة يشوف هل ده فيروس اللي هو الايروس او اي جي فايف ولا نزلات بردية فيروسية ولا نزلات معوية بكتيرية زي الباسيلر ديزنتري بتيجي من الاكلات المكشوفة وبالذات اللي هي المعجنات اللي معروضة زي ما بنشوفها كلنا في الشارع كده بدون غطاء او بدون اي حاجة